صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئين كده عايز اشوف طقطك. انت ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص ودبئين جدا يعني. ومبسوط في العلاقة. ممكن يكون بتتعامل مع احد برج جوزاء او طور. اه ممكن تكون علاقة زواجة على فكرة. او كان فيه انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتم الاتنين ورجعتوا تاني لهزي العلاقة. لكن اه يعني ممكن نقول ان هذا الشخص بيحبك قوي ويوفي ليك قوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتم الاتنين دول. ده يعني لو كان فيه انقطاع فانت حاليا تقطق الفور افوان ده انت فيه علاقة الان. وممكن تكون ايه روح تلشخص اخر يعني. الله اعلم برضه عشان من ايه ما نكونش يسبقنا الاحداث لكن احنا معاك يعني يا برج الحمل هنعرف دلوقتي. طب انا عايز اشوف اام عايز اشوف هنا اا اا احوالي الحبيب ايه مشاعره. شايفك ازاي لو زعلان منك زعلال لي. تعيد لي بقى. طيب اه شايف العلاقة ازاي? نيتو الداخلية ايه? وما يزهروا لك ايه? والشخص ده احواله ايه? في العمل ودي كرتيل العزاب. هنجي لهم في اخر قراءة. طيب هو مبدئيا كده اه ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص. ولكن انت الفرق فوند يعني. انت ممكن تكون مازلت في العلاقة. ولكن آآ يعني هذا الشخص مسلا عايز يمشي مسلا. ممكن. لان انت كمان العشر صيوف. انت اعتقد مازلت في هذه العلاقة مكمل. آآ ولكنها زي ما يكون يقول لك هي خربت. هي خربت. بس مش عايزين يقول خربت. هنقول بقى ان ان هذا الشخص بيتعامل معك بطريقة مسلا جافية مسلا او كده. خلينا نشوف برضو عشان ما ايه? ما نزلمش هزا الشخص يعني. ولكن مشاعره بيجي افوند. آآ يا اما هذا الشخص زعلان منك قوي. او ان هذا الشخص آآ مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مسلا. بس هو متضايق منك هو متضايق من كله اعتقد ان كمان احواله العامة هنا مش كويسة. قاعدة متضايق منك. ده كمان بصة هنا وفي قاعدة مجروح منك قوي. آآ برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء فاحنا عمان يزهر لنا هناك جوزاء كتير هو وده له. وكل ما يجي برجه هقولي. يعني هنا كمان فيه العقرب وزهر كمان الثور. آآ زهر ايه تاني برضو. زهر نشوفها زهر ايه كمان. طيب آآ هذا الشخص آآ لو بتسأل عن مشاعره. فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص صددها. وآآ مركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله آآ وفي المستقبل عموما. آآ ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن. ممكن يكون هو صاحب العشر صيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه. او انك آآ او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخنوا كتير او بتتعارقوا كتير مسلا. آآ في بنك واختلافات. آآ زي ستوري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخد عشر صيوف. هو اخد كمان تلاتة هنا. ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. آآ بس يرجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. آآ لكنه مهتم. مهتم ان هو. عالفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة آآ صعوبة نية شوي. يعني بيعمل نفسه مش اخد باله منك. بس هو بيرقبك. وآآ ممكن يكون هذا الشخص. عم بس عاشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله. انا عايز عرف نيته زهرت لي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي. آآ هو زعلان منك ده الكوين والكينج. زهر كده يا برج الحمل انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك آآ بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا آآ ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شاعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسايب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولوياتك وسايب هو. سايب العلاقة كلها كده. تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتم يهتمش. عايز يهتم تهتمش. عايز تكلمني تعالي. عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك او اطمن عليك كل شوية. لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونه في علاقة اصلي فورق فوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرضه حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصص له اصلا. ليه كمان? وازعلم منك عشان انت مهتم باعمالك. آآ هو شايفك كمان شايفك بائس. و شخص يائس من الحب. و يائس من انت ماسك كوبايتك و مش عايز تديه لحد. بص ماسك الكوباية و حالس بالله ما هتدي لحد الكوباة دي. او ماسك الكوباية و مش عايز تسيبها. آآ مش عايز تديه له. يعني انت ماسك كوبايتك بص و مش عايز تديه لكوباية. وهو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية. طب نبدل الكوبايت. يعني انا اديت كوبايتي وانت تديني ايه كوبايتك. انت تقوله لا يا عم. انا يبورج الحمل ان انت مجروح قوي مش منه ممكن تكون مجروح عموما من علاقات صديقة مسلا. مش بقول لك? لا الورقة كم قالوك كمان هنا ده الورقة تشعلب مني للاسف. كنت ورقتين بس لكل متشعلبين يا رب يكون ورقتين اه تماما. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل ملل. بتفكر عبال ما تدي له الكوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الورقة. عبال ما تفكر يا برج الحمل انك تسلم الكوباية دي لي. وتجيله على الحصان وتتحرك. بص ده دي واحد عادة على كرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما بقى تجيب الحصان من الاستبل. وتاخد الكوباية. وتروح تقول له خد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص ده تجاوز وعنده دلوقتي رامي وياسين. او البنت دي تجاوزت وعندها تلاتين دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن اللزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرومت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئب. مش لطيف. شايفك ان انت باقس من الحب. عشان كده هو زعلام منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى اعمالك عنه. مخترتوش هو. اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لذلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده منت كمان مش مهتم انا كمان مش ههتم. ههتمي بيك ليه? من ده مش مهتم. انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدالو. بص الكرتين دول كمان هو ده كمان بيارمز لبرج الدالو. آآ شخص بقرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيتامي بيك هيوقف. آآ ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله النجمة حلوة قوي بتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادلو. انت مش عارس تديلو كوباية. مش عارفة بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. التفكير الداخلي انه عايز يمشي. آآ خلاص بقى هو تعب. هو الزار الشخص ده انا بقول لك انت آآ في علاقة آآ كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهرين لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهذا الشخص آآ بدأ ينجذب ليك الفترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب تعطوا. وانت قلت له ياعم انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيلية. فهو ما شعره آآ او ما آآ بداخله ما بداخله الان انه هو آآ عايز ينهي هزي العلاقة. مش عايز يعود خطوة يعني خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. آآ اللي هيزهره اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك آآ ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك قطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين آآ خبطتوا ببعض. مسلا هو قال لك طب انت مش عايزني. قلت له مسلا انت بسيبني فكر. طب كزا فسبك ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. آآ من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهر ليك هيزهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعل ما محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. هيزهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. آآ انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. آآ كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. آآ الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. آآ يعني انا احيانا لا 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 احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هزا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هاممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? آآ لما انت ما بتبقاش معه حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزن وكآبة وبقى ماشي كده عم زيت تاية يا بس مجروحة. وحياته زفت. ومش تاقي الناس. ومش تاقي الشغل. ومش تاقي حتى يعيش يوم التالت. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. شخص ده بيحبك بجد تبرك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه لكو بقى لانك خايف من علاقات سابقة مسلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. وتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مسلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع. بس هو حاسس باخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسارك. هو مش عايز يخسارك. مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما بيقول. اه مش عايز ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط اه غريب جدا. هو شايفك ان انت اه ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. جنتي خلاص وصلت. ان ما ان كنت مش معايا ومديني اهرق. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهزا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هواخد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعالا كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحده برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تدير الكوباية. لازم اوصل وعرق برج الحمل. مش عايز يبدي الكوباية ليه للشخص اللي بحبه. لماذا? بص 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 يا نهار اه برج الحمل آآ الورق طار طار مني عشان اعرف انت مش عايز تدير الكوباية ليه. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس هارف يعني انا عارف. والله لان اعرف انت عايز مش عايز اعرف بس اعرف. شوف يا برج الحمل مش عايز يدير الكوباية.